تحدثنا عن وجود بايدن وبالتالي هذه معطيات جديدة في الحوار في الإدارة الجديدة هل رصد الوفد العراقي تغير في طريقة المفاوضات بعض الأولويات بعض الملفات تغيرت استاذ سرمد هناك رغبة كبيرة لدى الإدارة الأمريكية في دعم الحكومة العراقية والشعب العراقي على وجه الخصوص في بجال إبعاده عن الصراع الأمريكي الإيراني من جهة وكذلك بالمقابل إبعاد أي ورقة تستخدم حقيقة حول القوات المسلحة العراقية وهي قضية القواعد العسكرية العراقية خالص القواعد العسكرية العراقية هي خالصة عراقية بابتياز وهذا ما ارتكزت عليه لكن بالمقابل كانت هناك نقاط ارتباط مع الجانب العراقي في عملية تسيير العمليات العسكرية سابقا بعد سقوط الموصل وبالتالي كان هناك تنسيق مشترك ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك التحالف الدولي الذي انضوى للقضاء على التنظيم الإرهابي داعش ولكن القتال كان عراقيا خالصا هناك إسناد جوي وإسناد في بعض البطاريات الدفاعية التي يستخدمت في بدايات معركة الموصل لكن بعد انتهاء معركة الموصل وإعلان النصر في ذلك الوقت من قبل سيد حيدر العبادي خرجت هذه البطارية الدفاعية وخرجت من العراق وانتهى أمرها وبقت هناك قضية المستشارين أثيرة جدا سياسيا وأتوقع أن الآن البيانات التي صدرت من القوى السياسية العراقية لا أقول أنها ممتازة ولكن جيدة جدا حتى لا نذهب إلى الفضاء الكلي لكن بالمقابل هناك قداعة تامة من القوى السياسية العراقية بما أنجزته اليوم في مرحلته الثالثة للحوار الاستراتيجي العراق الأمريكي